في إطار الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لملف استرداد الأطار المصرية المهربة وبإعادتها إلى أرض الوطن قامت مديرة المكتب الفيدرالي السوسري للثقافة بتسليم السفير وائل جاد سفير مصر لدى الاتحاد السوسري إحدى القطع الأثرية الهمة وهي مجسم لجزء من رأس رمسيس الثاني والذي خرج من الموقع الأثري بأبيدوس بطريقة غير شرعية ويعود تاريخه إلى أكثر من 3400 عام كانت السفارة المصرية قد تسلمت سبع قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة في شهر أغسطس 2021 كما تسلمت تمثالا أثريا آخر من البرونز للمعبودة إيزيس تحمل حورس الطفل في سبتمبر 2022 فضلا عن 28 قطعة أثرية أخرى